فترات القيد لازم ترسل للاتحاد الدولي قبل بدايتها بـ 12 شهر يعني أنا لو حدى فترة قيدي في موسم 2012 في شهر أكتوبر لازم أبعتها من دلوقتي كويس فهي أرسلت قبل طبعا ما يبقى معروف أنه فيه أحداث أو صورة نعم فكنا محددينها من 10-6 لغاية 17 كويس طبعا الدوري امتد زي ما ستك عارف لغاية 11-7 فأصبح فيه فترة صغيرة إحنا الحد الأقصى لفترات القيد تبقى برضو للوايح الفيفا 12 أسبوع في القيد الصيفي وأربع أسابيع حد أقصى في القيد الشتوي اللي هو بتعيناية بتعيناية فإحنا حجزنا 12 أسبوع عشان خاطر مشكلة ميدو السنة اللي فاتت ويبقى السيستم مفتوح معنا فبدأنا من 21-7 كان المفروض ننتهي في 10-9 فمدة فترة القيد بسبب أجازة العيد لغاية 15-9 أنا من حق أمد فترات القيد معايا لغاية 17-10 المهم قبل بداية مباريات الدوري العام يجب أن أكون متوقف لأن كان فيه أندية كتيرة تعصرت في تقديم قوائمها وبذات القوائم الإضافية نتيجة أنه فيه لعبين جدد القايمة الأولية لي مفهاش مشكلة لعبين القدامة لسه اللاعب اللي هو هيستمروا معا بيحطهم من بعدها وده كان بناء على رغبة يعني 90% من الأندية استجاب مجلس إدارة الاتحاد لأن المد كان من مجلس إدارة الاتحاد أساسا استجابها لرغبة الأندية طيب يعني برضو يا أحمد بيه يعني ليه ده ما بيعنانش مبكرا مرة واحدة يعني أنتوا النهاردة مثلا حددتوا معاد للغلق يعني بعض الناس قال لك إيه لاجل انشاء رعبين مدت عشان الأهل يأيد عبدالله السعي أنا بقول لحضرك بتألف الواسط يعني هو طبعا لما خدنا قرار المد ما كانش الأهل في السورة يمكن مع عبدالله السعيد كان عبدالله السعيد الأقرب للزمالك وسيتك يمكن متابع أنه الزمالك قدم العرض الأكبر صحيح لكن هو لا يمكن يعني إحنا نفكر في أنه المد يكون عشان خاطر لا طيب إحنا فيه أندية برضو بتتفاوض مازال بتتفاوض مع أندية وطلبة المد واخد بالحضرتك لكن المد كان لأسباب الظروف الإستثنائية اللي مرت بها مصر والظروف المالية اللي فيها الأندية والأزمة المالية أنه كثير من الأندية كانت غير قادرة على التعاقد أو على سداد مستحقات بعض اللاعبين يعني الإسماعيل طلب مننا أكثر من مرة أنه عشان يفسق عائد اللاعب لازم يخطره بعد نهاية المصب بخمسلاشر يوم تمام فما كانش فيه مجلس إدارة في الإسماعيل عشان ياخد القرار فطلب مننا أكثر من مرة أنه نحن نمدي الخمسلاشر يوم وإحنا استجابنا لأن الاتحاد لازم يكون في خدمة الأندية واللاعبين طالما لم يعدس ضرر لطرف من أطراف اللاعب بالضبط ما لم يحفظ الضرر ده أكيد بس هو يعني خلينا نقول هي ظروف استثنائية لأنه مهمة أبقى أنا عارف كنادي أن حضرتك فتحته القيد في المعادل فلاني وهتقفله في المعادل فلاني ولا يمس هذه الموعيد بعد كده لأنه بيبقى فيها قيلة وقار لكن خلينا نتفق أن السنة دي بحلوها ومرها فيها ظروف استثنائية ده هو يحسب أنه زي ما قلتها سيادتك أنت في أكتر من مرة أنه يحسب للاتحاد أنه استكمل مسابقة الدوري هذا دي حقيقي دي حقيقي يعني كانت الظروف ما بتمرش بمصر كل يوم أو كل سنة دي مرت في 67 بعد النكسة ومرت بعد الثورة فكان ممكن يلغى النشاط الرياضي وكان استكمال الدوري نوع من التحدي وربنا يعني وفق الجميع كل الأجهزة من أمن لجماهير لأندية أنه يعد الموسم على خير برقم التجاوزات اللي حصلت طيب حضرات الوقت سنحت الأندية بعشر لعبين معارين خمسة في الدور الأول وخمسة في وقت خمسة في الدور الثاني مش كتير أوي يا حمد بي يعني عشر لعبين معارين يعني أنت حاجة الوقت تديت فرصة للنادي أن يبقى عنده بالإضافة للقيد الطبيعي بتاعه عنده عشرة عشرة معارين أنت عارف سيارتك السنة الجاية لما يطبق نظام الاحتراف مش هيبقى عشرة هيبقى مطلق مفتوح مفتوح ودي ليحة الاتحاد الدولي الهدف منها إيه متحكبين نعم هو تشجيع الأندية على بناء قاعدة ناشئين والاستثمار فيها استثمار الرياضي أنا كنادي النهاردة ممكن أعد ميت لاعب ناشئ تحت السن الميت لاعب دورة لو عرفت كنادي أنه عند سن الواحد وعشرين حقايد خمسة وعشرين وأغلبهم حيكونوا في اللاعبين الأساسيين والباقي حيروح لأندية مجانا يبقى أنا هرجع للمسأل اللي بيقول مش هقوله بالظبط ولكن هقول شراء اللاعب ولا تربيته فهستثمر ليه في قاعدة ناشئين طالما أنا مش هستفيد بس انت تأخذ منها برضو بتأخذ منها نسبة كام يعني الخمسة وعشرين اللي في نادي كبير الأساسيين يوم حضيفة إليهم من القاعدة اللي تحت حضيف خمسة فإحنا الاتحاد الدولي بيخليها مطلق لو الميت لاعب قدرت تعيرهم عشان تستفيد من المقابل وتشجعك على التدريب حتعيرهم هو حاجة توصد بيسمح لك بيسمح لك لكن هو ما بيفردش عليك آه ما بيفردش عليك انت بحط نظامك طبعا وقل له ظروفك لو ما شايف إن الأندية اللي معاها فلوس هي لا تقدر تعمل ده والأندية اللي معاها فلوس مش هتقدر تعمل ده احنا برضو ممكن نشوف إنه نادي زي الأندية الكبيرة لما تعير عشر لاعبين ما حتعيرهم للأندية الصغير بس هيفضلوا بتقوحوا بس أفضل المعشرية يعني أنا النهاردة لاعب مش عايز أذكر سين من الناس أعارته لو أنا بعته هبيعه بتلاتة أربعة مليون النادي الصغير مش هيضل استفيد بيه لكن ممكن لما يعيرهولي حيعيرهولي بنص مليون يبقى أنا وقفرت تكاليف على النادي الصغير في الإعارة أقل من إني يبيع لللاعب ده دي وجهة نظر هناك وجهة نظر أخرى بتقول حاجة مختلفة بتقول إيه بتقول حضرتك لو أنت بدتنيش هذه الفرصة أني بقى عندي تخمة من اللاعبين اللي أعيرهم قريدي هيلاقي نفسهم ما عنده همش نادي المعروض هيزيد يعني النهاردة الأهلي عنده عشرة همش عارف يبقوا معاه والزمالك عنده ستة سبعة والاسبالي عنده تلاتة أربعة وده المعروض هيزيد والتمن هيقل وبالتالي السوق هيستريد دي وجهة نظر أخرى ما هو ده في ظل الليحة القديمة لايحة الاتحادي الدولي اللي بتنص على أني فيه سبعتاشر مادة نعم يجب أن يوضعوا في اللوايح الأهلية دون تعديل بتقول اللاعب الذي لا يقيد من الشرط أنه يترك النادي ويبقى حر زي زمان دي مشكلة يعني أنا ممكن ما أيدش اللاعب ويفضل في النادي لأنه ده بيسموه مبدأ احترام العقود مادة خمسلاشر أني فيه عقدي بينه وبينه عقد مدني عقد مدني أنت أنت كلاعب بتاخد مصحقاتك نعم يبقى بتستمر معي سواء تم قيدك أو لا وده حيطبق ابتداء من سنة إلا إذا كان فيه بنقول سبب رياضي عادل راقة اللجنة أو راقة الاتحاد أنه عدم القيد وعدم لعب النادي في أي مستوى من مستوياته حيأثر على مستوى يفسق العقدي مش تلقائيا زي ما كان يفسق العقدي من خلال لجنة شؤون اللاعبين بناء على طلب حد بناء على طلب اللاعب على طلب اللاعب لكن هو الأصل أنه النادي يحتفظ بجميع اللاعبين المتعاقدين حتى لو ما يدهمش برضو إحمد بيعارف حضرتك طبعا أنا عارف أن هذا الاتحاد الدولي والدول المتقدمة لكن مثلا هذا الأمر أنا قشتي كابت المجد فيه سنة اللي فاتت نفس الكلام ده الأمر ده عندنا ما هو يعني إحنا ما عندناش الاحترافية الشديدة دي والفكر الاحترافي الشديد ده والكرة ما تحولتش عندنا لبيزنس للدرجة دي فكل الخوف أن تتحول الأندية الكبيرة هيبع عندها جراشات ومخازن والأندية الصغيرة ممكن ده أحد الأثار لسي احنا مجبرين من السنة جاية أن ندخل في المنظومة دي يعني مش باختيارك لا ده أحنا سنة جاية 2012-2013 سيطبق نظام الاحتراف الدولة المحترفة الدولة المحترفة لكن في نصوص الاتحاد الدولي بيسيبك أنت تتحرك فيها كيفية ما شئ في نصوص وفي نصوص اللي هي الأهم منها مبدأ احترام العقود يعني قول لساكتك المواد من 2 إلى 8 والمادة 10 أو 11 و 17 و 17 مكرر و 18 و 18 مكرر هذه المواد يجب على الاتحادات الأهلية أن تضحها في لوائحها الداخلية دون أي تعديد بالأمر بالأمر اللوايح دي بقى والمواد دي دي اللي خاصة بالانتقالات واللي خاصة بالإعارة واللي خاصة بإنهاء العقود واللي خاصة باحترام العقود واللي خاصة بإنه اللاعب إزاي إمتى ينهي عقده كطرف واحد فأهم المواد اللي هي موجودة في الاتحاد الدولي عشان يوحد وتقل المنازعات عنده دي بالأمر لازم تدخل في ليحتي دون تعديل عام مجرد تطبيق دول المحترف تبقى عادة أميرة زي ما بيقولوا ولكن أنا مع سيادتك طبعا فيه أثار جانبية لأي كلام بيتم ومنها فعلا إنه الأندية الكبيرة حتبقى جراشات وإحنا شايفين في مصر إنه في نادي بيش يلي لعب وما بيستفيدش بيه بس عشان أحري من منافس منه بالضبط فدي مشكلة لأن الثقافة برضو عندنا لسه في المنطقة لحي متكلم فيها دي أنا مش هستفيد بيه بس ده ما يخدوش ما يخدوش بيدخل بقى أنا كمنافسة يبقى حاحري من نادي الآخر فأنا هتفوق عليه بالضبط وده ما تحصل ما نشوفها يعني بعيبة أكثر وعلى لكة الاحتياطة فأدي أكثر بالضبط طيب نروح لحسين ياسر محمد كلام كتير جدا نتقال في موضوع حسين ياسر محمدي والولد طلع وجيه هنا قال إنسوا الموضوع خالص النهاردة النادي الزمالك جايب محامي أجنبي ده فعله أعتقد 30 ألف يورو أو 40 ألف يورو حاجة زي كده الموقف اي من وجهت ناسا شوف نتكلم الأولى متحد به من حيث المبلغ نحن عندنا أخطاء في الأندية الأخطاء إن أنا بتعاقد بمبالغ كبيرة وبعدين آجي عشان أسجد مصحقات اللعب ببقى عاجز الاتحاد الدولي ما عندهوش هزار في الحتة دي اللعب بيستحق القصف بتاعه في 15 سبتمبر ماينفعش ياخده من 20 سبتمبر وبتبقى من أهم الأسباب اللي بيعتبروها سبب رياضي عادل أن يتم فسخ عقد اللاعب في حالة عدم حصوله على مصحقاته إحنا في مصر براع ظروف الأندية بقى ندي للنادي فرصة شهرين عشان خاطر يدفع مصحقات اللاعب بس بعد ما اللاعب يبعد شكه هما نسغلوا في الخارج أن حسين دي فتر الست شهور ما خدش مصحقاته وأن قضية حسين مش هتعرض عندنا لأنه هو لاعب أجنبي قطري والنادي اللي رايح له نادي يدبع اتحاد آخر فالنزاع هيعرض على الكيفة هو من وجهة نظرنا ولو الزمالك ستف ورقه حسين ياسر الاتحاد الدولي ممكن يجي لأن فيه مادة مهمة جدا بالنسبة لموضوع حسين ياسر بالنسبة لموضوع حسين اللي هي المادة 18 بند 3 ودي اللي تدي الحق للزمالك يجب على النادي الذي ينوي إبرام عبد مع لاعب محترف أن يخطر النادي التابع له اللاعب كتابة قبل دخوله في مفاوضات مع اللاعب اللي هو ليرز يخطر الزمال يجب كتابة يقول له موقفه كاستعلام لو تفاوض هنرجع لنقطة اسمه نادي محرد قد يوقع عليه عقوبة حسين ياسر بعث لنا شكوى أنا ليه مستحقات هو لو ليه حتى سنة ملغوش أنا ليه من تاريخ تقديم الشكوى إنه من أول ما تقدم شكوى شهرين بقى وفر لك مستحقات إحنا بعثنا للزمالك الزمالك وفر المستحقات من نسبة البس لا يجوز لللاعب إنه عشان له مستحقات أو فيه أي سبب رياضي عادل من حقه يفسخ العقل إنه يفسخه من تلقاء نفسه وإنما يفسخ العقل من خلال اللجنة ومن خلال الاتحاد كويس كون إنه هو سافر وقال لك أنا فسقت عادي عادي وما تفسخش مع الزمالك وإحنا عشان كده رفضنا إنه إحنا نرسل البطاقة الدولية للاتحاد الدولي الزمالك حطه بقائمة أولا وحطه في قائمته هو بس المشكلة إنه الاتحاد الدولي بيعمل إيه النزاع بياخد وقت نعم فبيقول لك عشان أحافظ على مستوى اللاعب ممكن أطلع له بطاقة بطاقة انتقال مؤقت يلعب بيها بس إذا الزمالك كسب القضية اللاعب حتوقع عليه عقوبة وحيرجع للزمالك والنادي الفلجيكي قد يحرم سنتين من قيد أي لعبين جدد باعتباره نادي محرط قبل لوائح الفيفا فهو أنا بس بأناشد الأندية من خلال حضرتك إنه نراعي إمكانياتنا ويعرفوا إنه في السنة اللي جاية مش هيبقى فيه حتة شهرين ولا شهر اللاعب الاتحادي دولي ما بيقولش عليه لاعب بيقول الموظف على اللاعب إنه ده موظف ولوه مستحقات ولوه مرتب يجب أن يتقاضى في موعده لأنه عليه التزام فالنهاردة يعني ما تخليش لاعب بمبالغ كبيرة وتعجز وتحصل المشاكل حيفسق العقل على طول يعني حاج شايف وفقا للمدة 18 دي بتتوقع دل زمانك يحصل على خدمات حسين ياسر مرة ثانية ده متوقف على المحامي وشطرته ما هو حالس ما البند حاج بتقول عليه البند موجود أنا اتصلت بالجانب الآخر وأكدوا لي مش مليون ميت مليون في المية أن اللاعب أصبح لاعبا في عارف بي حضرتك عشان هو الزمالك يعني مستحقات الولى جاهزها بعد الشكوى بس كان لها ست شهور هنا دي فعلا الانتحادي الدولي زي ما بقوله ساتك ما فيش هزار يعني هو عارف إن المستحقات دي في يناير 2011 كل إنه زمالك يدفعها في شهر 8 2011 حتى لو ادفعت ممكن يفسخ العقل تأخرة جدا وبعد يفسخ العقل ونادي الزمالك لازم يدفع برضه المستحقات فهي دي صلق مع فسخ العقل هتتصور ده الحين أنا ديت نصيحة مبارح لنادي الزمالك كنتونهم قبل ما تدفعوا 30 ألف يورو للمحامي اعرفوا رأسكم من رجلكم بدل ما يبير مفروس هو حتى النادي نادي لرسل حضرتك إنه هو عشان يخرج برضه لإنه متخوف من إنه اتحكم للزمالك فأرسل للزمالك بيقوم شراء اللعب بس التمن اللي بعته للزمالك 50 ألف يعني دي يعتبر صخرين 50 ألف هو قال إن أنا أراضي النادي وعايزي راضي النادي بشكل أو بآخر يعني بيعتبر إنه هو المهندس مجد سامي وراجل مصري ومالك لنادي ودي دجلة ومحب وأكد إنه هو اللاعب لما راح له كان قريدي اللاعب فسخ معقده بمعرفته لا ما يعتبرش فسخ لكن يعني وفقها للكلام إنه كان اللاعب معروض لأي نادي يعني أي نادي كان ممكن يتعقد معاه لو هو ما تعقدش هو اللاعب جنة وفي تحقيق يعني حاسس إنه فيه غبن وأنا كنا بنبحث موضوع شكابالة مع مجلس الإدارة الدكتور عبدالله جورجي والدكتور أسامة الميليجي والدكتور أشرف صبحي وقلت لهم على المشكلة إنه اللاعب عقده 800 ألف جنيه في السنة واللاعب شايف لعيبة بتيجي بالخمسة مليون والأربعة مليون فأنا حتغطلهم يا جماعة اللاعب ده وقلت لدكتور عبدالله اللاعب مؤثر اللاعب ده كويس وحيطير منكم فهم من كانوا معتمدين على إنه عملوا إنجاز مع اللاعب بعد ما الأهلي تركه وكان ترك منتخب قطر فإنه أعادوا له المستوى بتاعه بس فعلا 800 ألف وبشوف زميل لي جاي من ضربة بياخد خمسة مليون مش ممكن فهو مشيته لإنه العقد كان فيه غبن الزمالك ما عدلش العقد للوقتي الزمالك عارض عليه بعد ما حصلت المشكلة أربعة مليون في السنة كان من الأول وكان الولد هيرضى بنصهم بنصهم يعني أنا بقول لك إحنا مع الأسف بنقع فيه مشاكل وبعدين نحاول نحلها بتكون الأمور يعني لما أنت تبقى معايا معرفش قيمك ولما تمشي وتسيبني أقول لك أربعة مليون ده خطر طيب نروح لمسابقة كاسمس مسابقة طبعا ابتدت الموسم الماضي واتلعب فيها أدوار لغاية دور 32 وبعدين فجأة حصلت طبعا طورة 25 يناير وهذه الأمور العظيمة لمصر وتوقفت وما كانش فيه وقت لا استكمالها فقررت حد الكرة حفاظا على الجيت أو الدخل الخاص بهذا المسابقة 20 مليون جنيه 20 مليون جنيه فيهم 6 مليون جنيه الأندية فقرنا هو يستقنفها مع بداية هذا الموسم وقبل بدء مصابقة دولة العامة نهاء الكاسم إن شاء الله يبقى يوم واحد الشهر الجاي يوم 11 من أسف والدولة يستقنف يوم 14 أول سؤال بعض اللاعبين شاركوا مع أندية وعند استقناف المصابقة في الموسم ده بيشاركوا مع أندية مختلفة مثاله وليد سليبان شارك مع أمبي وأحرز مع أمبي في كاسمس في دول 32 والسيد حمدي جاب جون مع بيتر جيت وجاب جون مع الأهلي في نفس المسابقة وكمان في نفس الدور يعني شون اللاعبين وما هو وما هي شرعية هذه المسابقة هو الموضوع ده أسير ومحدش فصاره صح وكان السؤال دايما هل مسابقة كاسمسر تبع الموسم الماضي ولا الموسم الجديد نعم وكان اللي بينتقد بيلائي لو تبع الموسم الماضي أنه سيد حمدي زي ما قلت لحضرتك وبالتالي يجب أن تلغى مباراة نتيجة مباراة الأهلي مع كيمة أسوان بايب لو تبع الموسم القادم أمير سعيود اللي أعير للإسماعيل هل من حقه يلعب مع الإسماعيل بكرة هو يعني اللي بينتقد مش عارب برضو اللوايح تمام أنت في الدور العام ما هو اللاعب يلعب في الدور الأول في نادي ويلعب في الدور الثاني في نادي آخر مع فتح باب القيل الليحة بتقول في دي إيه يعني لو حد اشتكى أو حد تمام الليحة بتقول في الموضوع ده اللي هي المادة خمسة فقرة أربعة فضل في جميع الأحوال يجب الأخذ في الاعتبار التكامل والتوحد الرياضي في المنافسة ولذلك يحظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية لأكثر من ناديين كويس يتنافسان في نفس البطولة المحلية أو الكاس في نفس الموسم آه ناديين أكثر من اتنين آه في مسابقة واحدة سواء دوري أو كاس إذا لو اتنين ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة يعني في نفس مسابقة الكاس ومكتوبها بالحرف المادة دي اللي عاوزة جعلها وده ليحة الفيفا أنه يشارك في مسابقة واحدة فهنا سيد حمجي اشترك مع بيت روجيب في المسابقة في المسابقة نفسها بشرط إيه أن يكون انتقال اللاعب فيما إحدى فترتين القيد آه يعني هو كونه المنتقل في الانتقالات الصيفية يبقى بقى مدام انتقل في فترة انتقال رسمي يبقى من حقه يشارك مع النادي الجديد بالرغم من مشاركته في النادي القديم فالكاس هو تابع الموسم الماضي والمشكلة فعلا عند سيد حمد وعند وليد ولكن الرد عليها بليحة الاتحاد الدولي اللي بتجيز للعب أنه يشارك في الموسم في ناديين في نفس الموسم ونفس المصابقة في نفس الموسم ونفس المصابقة سواء دولة أو كاس وحجب تعتبر أنه كاس مصر دلوقتي يعتبر نفس الموسم بالنسبة لمسابقة الكاس بالنسبة لمسابقة الكاس خصوصا لمسابقة الدولة الجديدة لم تبدأ بعد لم تبدأ آه ده مهم هو النهاردة زي ما نقول السيادة اللاعب اللي بيلعب في الدور الأول في نادي وينتقل في نادي آخر أنا بلعب مع الأهل ضد الزمالك ولعب أهل الدور الثاني ممكن ألعب مع الزمالك ضد الأهل المادة دي بتنطبق عليه بأنه تم الانتقال في فترة قيد لكن ما ينفعش بقى في خارج فترات القيد أنه يروح يلعب